ربط المقاومات مثال يقول في الشكل المجاور ثلاث مقاومات المقاومة الأولى R1 تساوي 6 أوم والمقاومة الثانية R2 تساوي 9 أوم والمقاومة الثالثة R3 تساوي 18 أوم والمقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهة كهربائي مقداره 18 فولت احسب أولا مقدار المقاومة المكافئة ثانيا التيار المنساب في كل مقاومة ثالثا التيار المنساب في الدائرة لو تلاحظ الشكل الذي ظهر أمامك الشكل هو المقاومات التي تلاحظها هنا مربوطات على التوازي ننهيه من اسمها المقاومة إذا مربوطة على التوازي يعني المقاومة الأولى موازية للمقاومة الثالية والمقاومة الثانية موازية للمقاومة الثالثة إذن المقاومات مربوطات على التوازي الحل أولا نحسب مقدار المقاومة المكافئة المقاومة المكافئة هي هالصورة هاي المقاومة المكافئة تكتب بهذا الصورة R E Q الشطر الأول هو حساب مقدار المقاومة المكافئة بما أن المقاومات مربوطات على التوازي فقانون المقاومة المكافئة يكون بصيغة كسر 1 المقاومة R E Q المقاومة المكافئة ويساوي بما أننا عدنا ثلاث مقاومات فيحتاج لنا ثلاث كسور الكسر الأول زائد الكسر الثاني زائد الكسر الثالث واضح البسط هو دائما واحد 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 المقاومة هو رقم المقاومة المقاومة الأولى اللي هي R1 المقاومة الثانية اللي هي R2 والمقاومة الثالثة اللي هي R3 واضح هسا نجي نعوض نكتب مرة أخرى المقاومة المكافئة نجي نعوض قيم المقاومات الثلاثة بي القانون بي القانون قلني البسط ثابت واحد واحد المقاومة الأولى 6 أوم أكتب 6 أوم المقاومة الثانية 9 والمقاومة الثالثة 18 فأكتب 9 18 على التوالي 6 المقاومة الأولى وتسعة المقاومة الثانية و18 المقاومة الثالثة هسا لو تلاحظون المقاومات غير متساوية فلازم أوحد المقاومات الصورة هذه المضاعف المشترك الأصغر للأعداد الثلاثة 6 وتسعة وثمنطعش هو ثمنطعش ثمنطعش أقسمه على المقام الأول ثمنطعش تقسيم 6 ثلاثة ثلاثة فيه واحد ثلاثة زاد ثمنطعش تقسيم تسعة المقام الثاني ثنين ثنين فيه واحد ثنين ثمنطعش تقسيم ثمنطعش واحد واحد فيه واحد واحد إذن الناتج هو واحد على R EQ أو المقاومة المكافئة تساوي ثلاثة زاعد ثنين خمسة زاعد واحد ستة على ثمنطعش حسن طرفين بسطين يؤدي إلى ستة فيه R المقاومة المكافئة ستة R المقاومة المكافئة ويساوي واحد فيه ثمنطعش ثمنطعش هسا أقسم الطرفين على العدد ستة حتى أتخلص من معامل المقاومة اللي هو ستة يطلع الناتج كالتالي R المقاومة المكافئة تساوي ستة R تقسيم ستة واحد R ثمنطعش تقسيم ستة ثلاثة أوم إذن المقاومة المكافئة ثلاثة أوم هذا بالنسبة للشطرة الأول الشطرة الثانية ثانيا احسب التيار المسافئة في كل مقاومة احسب التيار المسافئة في كل مقاومة بما أن المقاومات مربوطة على التوازي فإن الفولتية الإجمالية الفولتية الإجمالية أو V total هي متساوية بمعنى V1 الفولتية الأولى زائدا أو لا عفوا تساوي V2 وتساوي V3 بما أن احنا عدنا ثلاث مقاومات في الفولتية الأولى تساوي الفولتية الثانية وأيضا تساوي الفولتية الثالثة وبالتالي تساوي 18 18 18 بولت 18 بولت إذن بما أن المقاومات مربوطات على التوازي فالفولتية هي متساوية فالفولتية ما رح تتوزع ما تقسم على المقاومات فتبقى هي ثابتة 18 بولت واضح هسا نجي نطلع قانون التيار الكهربائي قانون التيار الكهربائي هو ويساوي ويساوي V يعني الظلطية أو فرقة الجهد على R اللي هو المقاومة التيار كهربائي V الظلطية أو فرقة الجهد على المقاومة فبما أن نحن عدنا ثلاث مقاومات فنجي ناخذ يحتاج ثلاث تيارات تيار الأول واحد من رقمهم المقاومة الفولتية الأولى هم أيضا V1 والمقاومة الأولى تساوي V1 الفولتية الأولى هي بما أن المقاومات مربطات على التوازي فالفولتية متساوية الفولتية واحدة 18 على R1 المقاومة الأولى عدنا المقاومة الأولى 6 ويساوي 18 تقسيم 6 ثلاث أمبير هذا بالنسبة للتيار الأول التيار الثاني يساوي الفولتية الثانية طبعا الفولتية واحدة ثابتة بالنسبة إذا كان المقاومات مربطات على التوازي على المقاومة الثانية ويساوي الفولتية هي ثابتة 18 بولت المقاومة الثانية 9 ويساوي 18 تقسيم 9 2 أمبير هذا بالنسبة للتيار الثاني التيار الثالث اكتب أو التيار الثالث التيار الثالث يساوي الفولتية الثالثة على أو تقسيم المقاومة الرس المقاومة الثالثة ويساوي الفولتية ثابتة اللي هي 18 بما أن المقاومات مربوط على التوازي فالفولتية هي ثابتة والمقاومة الثالثة هي 18 أيضا وبالتالي 18 تقسيم 18 ويسابه 1 أمبير إذن التيار الكلي أكتب عليه I Total يساوي I1 زائد I2 زائد التيار الثاني زائد التيار الثالث يعني جمع التيارات الثلاثة ويساوي التيار الأول 3 زائد التيار الثاني 2 أمبير 2 زائد التيار الثالث هو 1 ويساوي 3 زائد 2 5 زائد 1 6 أمبير واضح نقل نوضح 6 أمبير هو التيار الكلي أو تقدر تقول مثلا التيار الكلي ما الصورة هذه I Total يساوي الفولطية على R EQ يعني مقاومة المكافية ويساوي الفولطية عدنا 18 والمقاومة المكافية عدنا 3 صحيح المقاومة المكافية أخذناها شغل 3 أمبير 18 والمقاومة هي 3 ويساوي 18 تقسيم 3 6 أمبير يعني أنت تقدر أنت مخير إما تجمع مجموعة التيارات الثلاث اللي أخذناها على على عدد المقاومات التيار الأول زائد التيار الثالث ويساوي 3 زائد 2 زائد 1 يساوي 6 أمبير أو لا قسم الفولطية على المقاومة المكافية وبالتالي 18 تقسيم 3 6 أمبير يعني لو تلاحظون